في سوق العمل دايماً لما أي حد يعمل انتريديو يسألوه سؤال بتاع المهارات اللي انت اكتسبتها او ايه الحاجات اللي عندك مهارات مختلفة ويمكن ده أهم حاجة العالم بيركز عليها دلوقتي. إزاي نظام الأوبن بوك يقدر انه هو يخلي أولادنا يكتسبوا مهارات مختلفة في سن صغير؟ طبعاً السن الصغير وما طبقوش. يعني الأوبن بوك اتطبق الأول في المراحل التعليمية الدكتوراه في كلات الطب. بعد كده بدخل في المراحل التعليمية الجامعية وابتدى يدخل على المراحل السنوية. لكن عشان عد الطالب عشان يوصل للمرحلة دي في المرحلة السنوية يبتدي الطالب انه في المرحلة الابتدائية انه حتى يقدر يعمل سيرش وطلاب المرحلة الابتدائية في السن الصغير قادرين على التعامل مع التكنولوجيا. إذا معنى ذلك ممكن يعني نستخدم البحث بشكل مبسط. ده نوع من التعلم الزاتي ابحسلي في معلومة معينة أخذها الطالب يقدر يعني يستغل ملكة الدكتور على الجوجل بدخله. فالمهارة موجودة بالفعل. لكن أنا عايزة أبتدي أطورها من ناحية علمية. بشكل تنظيمي. وبيبحث في أي حاجة في السن الصغير. لكن كنت أنا أنظمه من خلال العملية التعليمية في البحث في يوتيوب معين بيجي معلومات معينة محددة. ده نوع من التدريب عشان محركات الجديدة. محاكاة. لأن احنا في صورة صناعية الرابعة الخمسة. فواحد وعشرين دخلنا واثنين وعشرين دخلنا على الخمسة. فبالتالي مرحلة التعليمية الصورة الصناعية أتاحت أن في سوق العمل في مستقبل الطفل ده هيكون في تخصصات جديدة معاعدش. وبتعتمد على التكنولوجيا في كل حاجة. بدليل فتح كتير كليات التكنولوجيا. وتكاة صناعية. وتتخصصات مختلفة. اتفتحت كتير حوالي عشرين تقريبا. اه امتدت كل سنة. ومصر بتتوسع في كلات التكنولوجيا. دي بتستعد المين للأجيال اللي جاي. ده استوعبة.